مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم عندنا القطعة الثانية الموجودة باليونت السابع اللي هي الألعاب الآسيوية وهاي القطعة طبعا وزارية ومهمة متكرر منها هواي بالوزاري رح نبدأ نقراها ونترجمها وناخذ أسئلتها الوزارية وأيضا أسئلة إضافية مهمة نقدر نعتبرها كمرشحات وأيضا نحل هاي الأسئلة اللي هي هنا كلش مهمة جاي منها بالوزاري فخليكم ويايا بس قبل لنبدأ اللي أتمنى منكم إذا ما مشتركين تشتركون بالقناة وتعجبكم الفيديو تخلون لايك فضلا وليس أمرا فخلي نبدأ الألعاب الآسيوية الألعاب الآسيوية الألعاب الآسيوية تقام كل 4 سنوات هنا هاي السطر مهم ركزولي علي كل إشقد تقام كل 4 سنوات Every 4 years Young people الشباب from all over Asia من كل أنحاء all over من كل الأنحاء Asia قارة آسية كومبت يتنافسون in more than في أكثر من 30 kinds 30 نوع of sport من الرياضة It is an exciting festival festival مهرجان exciting محمس strength القوة and skill والمهارة are tested يتم اختبارها and friendships الصداقات are built يتم بناءها between people بين الناس from different countries from different different countries بلدان من بلدان مختلفة The games الألعاب are also هي أيضا an opportunity هي فرصة for culture exchange للتبادل الثقافي culture ثقافة exchange تبادل because لأنه the program البرنامج يعني برنامج الألعاب الآسيوية includes يتضمن musical performance أداءات الموسيقية and exhibitions ومعارض of architecture معارض للهندسة المعمارية and the arts والفن معارض فن وهندسة معمارية فلذلك رح يتم التعرف على ثقافة كل بلد على ثقافة البلد الآخر زين history of the games تاريخ الألعاب يعني من أي بلد بدأت هاي الألعاب وش قد تشارك بيها بلدان وشنو الغرض منها فكل هاد رح نتعرف عليه به هذا الجزء فيقول the Asian games الألعاب الآسيوية where started بدأت after بعد the end نهاية of the second world war بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يعني من انتهت الحرب العالمية الثانية بدأت فكرة الألعاب الآسيوية عندك هنا second world العالم war حرب حرب عالمية الثانية زين the idea الفكرة فكرة الألعاب الآسيوية was كانت to build لبناء international friendship صداقة دولية international دولي friendship صداقة throw من خلال sport الرياضة هنا هذا مهم ال idea اللي كانت خلف الألعاب الآسيوية هي بناء الانترنشنال friendship هذا وزاري جاي زين this idea وهذه الفكرة came from india أتت came from أتت from من india الهند إذن منو اللي إجاب هاي الفكرة يا بلد الهند هاذ مهم هنا كل هاي المعلومات مهمة لذلك the first games أولى الألعاب were held وقيمت in the indian capital في العاصمة الهندية capital عاصمة نيودل هي إذن أولى الألعاب وين أقيمت في نيودل هي هذة همين كلش مهم in 1951 في سنة 1951 هاي للسنة أيضا مهمة in that year وفي تلك السنة 489 أثلتس أربعمية وتسعة وثمانين أثلتس رياضي من 11 كونتريز من دعش بلد تكبار تشاركوا in the games في الألعاب since then ومنذ ذلك الحين the number has grown هاي الأعداد grown زادت نمت and now والآن more than 40 countries أكثر من 40 بلد كومبت يتنافسون in the games في الألعاب جزء هذا يتحدث عن مجلس الأو سي اي خلنا نتعرف عن هذا شنو المجلس يقول الألعاب الآسيوية are organized يتم تنظيم organized هو التنظيم by the O.C.A بواسطة الأو سي اي these letters وهذه الأحرف stand for هي اختصار ليه the Olympic Council of Asia Olympic Olympic Council مجلس of Asia الأسيوي المجلس الأولمبي الأسيوي إذن الأو سي اي هو Olympic Council of Asia 45 45 countries من البلدان and regions والمناطق are members هم شنو members أعضاء of the O.C.A أعضاء من ضمن الأو سي اي مجلس الأولمبي الآسيوي and most of them وأكثرهم have won فازو medals بميداليات at the games في الألعاب where they've been held أين تم إقامتهم هاي الألعاب بأي بلدان تم إقامتها لأنه كل أربع سنوات يصير حدث الألعاب الآسيوية في بلد مختلف يقول most recently مؤخرا recently the Asian games الألعاب الآسيوية have been held تم إقامتهم دوحة قطر في الدوحة اللي هي موجودة في بلد قطر بأي سنة 2006 وبعد في أي بلد غوانجو China مدينة غوانجو اللي موجودة بشاينا الصين بأي سنة 2010 أو نقدر نقراها رقمين رقمين 2010 بس هاي هنا ما قدر نقراها رقمين رقمين لأنه صفرين بالوسط and in chune south korea 2014 أو نقراها 2014 إذن مدينة in chune موجودة ب south korea korea الجنوبية سنة 2014 اراكيز ريكورد منذ 1974 منذ سنة 1974 سبع مرات هذا الفريق العراقي حضر أو شارك بالألعاب الآسيوية up to 2014 وإلى حد سنة 2014 إراك العراق العراق فاز six golden medals ب ست ميداليات ذهبية 15 silver medals و15 ميدالية silver فضية هاي الأرقام ركزوا عليها بعد شنو and 23 bronze medals و23 ميدالية برونزية 6 ب15 ب23 ذهبي فضي bronze زين which is unusual good وإنه على غير المعتاد شي جيد good ليش شنو السبب إنه مسجلين هاي الميداليات يعتبر شي جيد بسبب شنو يقول for a country بالنسبة لبلد in a difficult situation في وضع صعب اللي هو وضع الحروب والاحتلال قصدهم an extraordinary Iraqi computator extraordinary يعني نادر أو استثنائي Iraqi computator computator اللي هو منافس عراقي نادر أو استثنائي واز كان علي عدنان أمير اسمه علي عدنان أمير هو at just 10 years old واللي عمره فقط 10 سنوات competitive نافسه in a men's 200 meters individual medley heat شاركه ب السباق 200 متر المنفرد المتنوع للسباحة السباحة المنفردة المتنوعة للرجال يقول at the Asian games in دوحة قطر خلال الألعاب الآسيوية اللي قيمت في مدينة دوحة في قطر 6 ديسمبر 2006 في شهر 12 ديسمبر في 2006 واللي عمره فقط 10 سنوات وهذا الشي يعتبر إنجاز بالنسبة للطفل يشارك ب السباحة لمسافة 200 متر فهذا من الأبطال العراقيين اللي شاركوا بالألعاب الآسيوية لنا خلصنا القطعة ننتقل لينحل أسئلتها اللي موجودة وبعدين أسئلة وزارية وأسئلة مهمة هاي الأسئلة أعيد مرة ثانية جدا جدا مهمة بالوزاري تمام فنبدأ أول سؤال يقول how often كم مرة do the games take a place take a place تحدث ال games الألعاب كم مرة الجواب هو every four years كل أربع سنوات زين السؤال الثاني يقول when متى يعني يريد التاريخ أو السنة أوكي when did they begin متى بدأت هاي الألعاب الآسيوية begin بدأت الجواب هو 1951 في سنة 1951 زين السؤال الثالث يقول whose idea فكرة من was it to hold the games فكرة من كانت إنشاء أو إقامة الجيمز الألعاب الجواب هو the idea came from india أو نقدر نكتب أو نجاوب فقط india السؤال الرابع يقول where أين يسأل عن مكان where where the first games held held وقيمت first games أولى الألعاب أين يريد المكان الجواب هو new delhi قبل نكتب new delhi هذا جواب نموذجي زين السؤال الخامس يقول where and when where مكان أين المكان يريد and when ومتى يريد الوقت أو السنة where the last games آخر الألعاب held وقيمت حسب قطعتنا الحد 2014 فالجواب هو in chune south korea هذا المكان 2014 2014 سنة 2014 ب مدينة انتشون في كوريا الجنوبية زين السؤال السادس والأخير يقول has iraq won هل فاز العراق any medals in the games في الألعاب هل فاز العراق الجواب هو yes it has اخلي yes وراها فاصلة وهنا نمو هاز iraq اقلب ها iraq هاز بس ما اخلي iraq بالأجوبة القصيرة احول كلمة iraq الى ضمير ينوب عنه الضمير اللي ينوب عن اسماء الدول هو it الجماد تمام فهيتي تجاوب يكون النموذجي للأجوبة القصيرة مني السؤال عندك يبدأ بفعل مساعد تجاوب علي اجوبة قصيرة يعني قصدي اجوبة قصيرة yes او no فهل فاز العراق حتى من واحد يسؤلك هل فاز يا ما تقول نعم او لا مثل العربي يعني في yes it has نجاوب بنفس الفعل المساعد اللي سائل بي وش قد فاز نخلي بين قوسيا نذكر هاي الميدلز اللي هي six gold فاصلة fifteen silver and twenty three bronze medals هذن الميدالية تحفظوهن ننتقل لي الاسئلة الوزارية اللي جدتي بالسنوات الساق اول سؤال يقول where 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 اين هاي كلمة where معناها اداة سؤال معناها اين where where the first Asian games held اين اقيمت اولى الالعاب الاسيوية الجواب هو فقط new delhi هذا جواب نموذجي زين السؤال الثاني how often كم مرة are the Asian games held كم مرة تقام الالعاب الاسيوية الجواب every four years كل اربع سنوات هنا answer يعني اجب مطبوب منك انه جاوب سؤال الثالث يقول هاي اراك هل العراق one فاز any medals بأي العاب in the Asian games في الالعاب الاسيوية answer عجب جاوب انديا قطر طبعا اول الفيرس Asian games كانت في الانديا في الهند وهنا بهذا السؤال ما يحتاج تذكر عدد المداليات لان هذا الجواب واحدة يعتبر صح اجابة كاملة السؤال الخامس يقول the first Asian games were held first اول الاسيوية الالعاب الاسيوية where held تم اقامتها ان فراغ complete اكمل استهنا نفس الجواب جاي فراغ وين تم اقامتها ان نودل سؤال السادس يقول when did the Asian games begin بدأت وين متى بأي سنة بدأت جاوب 1951 ده تشوفون كلها من الاسئلة اللي حليناها ومتكرر سؤال السابع يقول what was the idea ما هي ال idea الفكرة ما هي كانت الفكرة behind خلف او من وراء the Asian games الالعاب الاسيوية شنو الفكرة اللي كانت خلف الالعاب الاسيوية شنو الغرض مالتها الجواب هو to build لبناء international friendship لبناء صداقة international دولية throw من خلال sport الرياضة زين سؤال الثامن يقول the first Asian games were held in فراغ first هاي همين تكرر نفسه job و new دله السؤال الاخير بالاسئلة الوزارية اللي اتكرر بالسنوات السابقة يقول whose idea was it فكرة من كانت to hold لإقامة the Asian games لإقامة الالعاب الاسيوية job و india اخر شي عندنا الاسئلة المهمة اللي ممكن او نقدر نعتبر ها مرشحات سؤال أول يقول when متى and where و اين يريد الزمان والمكان مكان والسنة did the Asian games begin بدأت الالعاب الاسيوية يريد متى وين بدأت الالعاب الاسيوية job هو in new dhill india in 1951 المدينة بأي 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 the last Asian games held وقيمة آخر الألعاب الآسيوية هذا اتكرر عندنا جواب وين شون south korea مدينة مدينة انتشون في south korea 2014 في سنة 2014 السؤال الرابع يقول the games the games take place تقام every three or four or five years طبعا جواب هو four الألعاب الآسيوية take place تحدث كل 4 سنوات زين سؤال خمس الأخير يقول the Asian games الألعاب الآسيوية are organized يتم تنظيمها by the فراغ بواسطة منه جواب هو OCA the Olympic Council of Asia المجلس الأولمبي الآسيوي اللي هنا خلصنا الفيديو أتمنى تكونوا افتهمتوا واستفاديتوا اللي أرجو منكم اشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين وخلوا لايك للفيديو إذا عجبكم وافتهمتوا اللي عنده أي سؤال يكتب لي بالتعليقات آني أجاوبة واللي أيضا عنده اقتراح يكتب لي إلى هنا مع السلامة